اتفق مع الشريف حاجة انه انه البني ادم العصبي محدش بيعالج المشكلة اللي عنده ده غيره يعني هو اللي لازم يغير لما يختنع طبعا يعني انا بتكلم عن نفسي انا انا كنت عصبي جدا بصراحة وخاد الموضوع مني experience ووقت وبرضه لوحد لما بيكبر في السلم بي الحاجات بتبقى في مكانها يعني بيعرف يشوف الحاجات اوضح شوي فاعتقد انه اللي بنتكلم فيه احنا التلاتة على فكرة يعني محدش بيقول حاجة غلط الموضية كلها صح بس هو انت لازم تغير من نفسك في العصبية لانه حتى لو انت احتويتين مرة واثنين وثلاثة فعلا ممكن يسوق فيها وممكن يرجع تاني يتعصب وممكن تحس انك ما عملتيش حاجة خالص يعني كل اللي فده ماشي حلو قوي وفجأة من موضوع الدنيا والعة التانية وابتدأ يرجع لنفس الطريقة فيحصل للست حالة يأس ان انه لأ هو كذا مش هتغير بقى خلاص قال هو مش هتغير لانه مش مقتنع هو مش مقتنع ولازم الراجل يقتنع بمشكلته او الست تقتنع بمشكلته حتى لو الست هي العصبية المفروض الراجل فوقت عصبيتها يعمل زي ما هي المفروض تعمل انه يسكت ويحتويها ويعلق على الموقف هستخدمت خلفيتك ويعلى الموقف ده مش هيحسسه ان هو ضعيف بالعكس وان هو مش راجل وانه هو بالعكس يعني لازم يعمل كذا برضه طبعا طبعا وده انا عايز اقولك ان الافاكت بتاع ده بيبقى قوي جدا على الست ما بتسوقش فيها هي؟ يعني الست العصبية لأ الست بتقدر انه الراجل عنده من القدرة انه يولع الدنيا بس هو رد فعله ده بالنسبة لها بيبقى حاجة كبيرة ده معناه انه بيحبها جدا وانه بيحترمها جدا وانه عايزها تبقى بتعرف تتعامل في المواقف يعني هي فكرة بس يعني اعتقد ان الست مش هتسوق فيها يعني نظرية ان الراجل ممكن يسوق فيها اكبر بكتير من الست ممكن تسوق فيها في الحالة دي لو مقنوها طبعا عايز اسألكو سواء هو فيه بني ادم عصبي كده ولا فيه حاجات بتعصى بالناس يعني هل فيه بني ادم لحاله كده عصبي او ده جينات اعتقد ان هي جيمز يعني اعتقد الدم الحامي ده ما هو كل حاجة ممكن تبقى في حياتنا نقول عليها ده جين بس احنا بنهزب نفسنا بتتهزب بقى بالجينات بس انت لو تولدت بيه بني ادم كده يبقى جيناتك عصبي ولا فيه حاجة عصب تتعصب ما هو انت لو اتولدت في بيت شفتي العصبية وانت صغيرة في نمازك في البيت يعني في الاب في الامة في البيت غصبا عنك هتتربي عليها هاشرب منها هتشربي منها هو اتعلم منها فهيبقى رد فعلك يعني انا في تكر كان عندي واحد صاحبي كان كنا صغرين كنا عشر سنين او اتناشر سنة عيالي اه وكان عصبي جدا جدا يعني كنا بنلعب رياضة لما يخسر يعاية من كترة موامة عصب ويزحق ويزحق انت اللي كنت بتغسر لا مش انا والله لا لا والله ماما لا انا مكنش بغسر الحمد لله يعني الله اكبر فعيني مهم يا واتشت ما تخليش حاجة تفوتك